السلام عليكم عمر معاكم أسبوع غريب وصعب بالنسبة للأسواق الأمريكية والأسواق العالمية حلقة اليوم كده حننظر إلى أهم التقارير الاقتصادية اللي جاتنا الأسبوع الماضي حننظر إلى تقرير التضخم الـ CPI حننظر إلى تقرير الـ Production Price Index أو الـ PPI ثم سننظر إلى الـ Jobless Claims بالنسبة للاقتصاد في أمريكا وماذا نستنتج من هذه التقارير المهمة والشيء الأهم ماذا ينتظرنا في المستقبل بالنسبة للأسواق وقرارات الفدرالي من وجهة نظر حلقة مهمة جدا أبغى أبدأ في البداية وأتكلم عن تغريدة عملتها لستان جونكن ميلر واللقاء المهم اللي صار طبعا يتكلم عن الفترة الاستثمارية اللي احنا نشهدها اليوم هي ربما تكون الأصعب في مزيرة الاستثمار إذا واحد بمستوى ستان جونكن ميلر اللي نعتبره من أفضل ربما ثلاثة وأربعة مستثمرين في قطاع الماكرو ايكانوميكس يستثمر عن طريق دورة الاقتصاد يقول لك إنها فترة صعبة جدا لمكونات كثيرة مختلف هتكلم عنها في حلقة اليوم وكيف الصعوبة إنه في قرارات كثيرة بالنسبة للعالم تعتمد بشكل كبير على الحكومة ولا تعتمد على أي شيء آخر أيضا الفدرالي نبدأ في البداية ونتكلم عن تقرير الـ CPI اللي كثير من العنوين تتكلم إنه كان تقرير جيد كان تقرير مميز التضخم بدأ ينزل ولكن أقدر أقول لكم كلها من وجهة نظري عنوين مبالغ فيها تقرير التضخم ما زال على ارتفاع لو ننظر إلى الـ CPI الـ headline اللي هو في كل المنتجات كان الشهر الماضي 5% الآن نزل إلى الـ 4.9% سنة لسنة فما كان هذا النزول أيضا لو ننظر إلى الـ headline CPI زيادة من شهر لشهر 0.4% فما زال الارتفاع يحدث من شهر لشهر لو ننظر إلى الـ core CPI اللي هو من وجهة نظر الفدرالي أهم مقومات التقرير وهي يعني أغلب القرارات الفدرالي تعتمد عليه ما هو الـ core هو لما تشيل منه الغذاء والنفط وارتفع إلى الـ 5.5% وارتفاع من شهر لشهر 0.4% لو ننظر إلى تقرير التضخم في شهر فبراير كان 5.5% فنقدر نقول شهرين متواصلة الـ core CPI ما نزل مازال في نفس الأرقام دائما نقول طبعا الوضع الحالي بالنسبة للتضخم فهو ستيكي ما بيتغير بشكل سريع فأقدر أقول أنه تقرير التضخم حتى اليوم يعطيك انتباع أنه التضخم مازال مستمر معنا وربما على الفيدرالي أنه يرفع أكثر لذلك الفيدرالي رفع 25 نقطة وصلنا إلى الـ 5.25 بالنسبة للـ rate من الأشياء المهمة أيضا في مقابلة ستاند رونكن ميلر يقول لك شيء يا جماعة تاريخ أكثر من 500 سنة عندما ترتفع الفائدة أكثر والـ funds rate أكثر من 2% احنا اليوم تقريبا دخلين في الـ 5% لفترة طويلة هي فترة صعبة جدا بالنسبة للاقتصاد هذا كلام يعني ستاند رونكن ميلر طيب لو ننظر إلى تقرير الـ PPI فقلنا تقرير التضخم يعطيك انطباع أنه التضخم مازال ستيكي ومستمر معنا وعلى الفيدرالي ربما أنه يعمل أكثر أشان يقضي على التضخم أو على الأقل ما يخفض الفائدة طيب نتكلم على الـ PPI أو الـ Producer Price Index اللي أيضا يشهد نزول شديد جدا زي ما انتم شايفين طبعا نازل نزول شديد جدا زي ما كان كان بالـ 12% الآن يصل إلى الـ 2.3% يعتبر أيضا من الأشياء اللي كان أفضل من المتوقع من ناحية النزول ولكن النزول الشديد اللي قاعدين نشهده لأنه دائما نقول الـ PPI نبغى يكون بين الـ 2% ما يكون أقل من ذلك لأنه يعطيك انطباع أنه انكماش فيها الاقتصاد وزي ما انتم شايفين يعني من شهر لشهر كان نازل أقل من المتوقع من سنة لسنة أيضا كان المتوقع 2.5% نزل 2.3% فكان التقرير من وجهة نظر يعطيك انطباع أنه الاقتصاد أو المنتجين أسعارهم قاعدة تنزل بشكل سريع وهذا يؤثر إلى هارد لاندين أو نقدر نقول ريساشن أيضا لو ننظر إلى الجوب لس كليمز لكل الناس اللي راحت للحكومة قالت لهم أني أنا وظيفتي راحت أبغى تعطوني تعويض فتقريبا أكثر من المتوقع 264 ألف وظيفة عملوا جوب لس كليمز يعتبر هذا الرقم الأعلى من أكتوبر عام 2021 فكلها أيضا هذه تعطيك أرقام الـ Production Price Index تعطيك انطباع أنه داخلين في هارد لاندين قريب بالنسبة للاقتصاد زي ما انتو شايفين طبعا الـ PPI لما ينزل بالسل بتأكد أنه داخلين في ركود وشوفوا قديش قاعد ينزل نزول شديد في الفترة الماضية لو ننظر إلى الـ Heat Map وهذا طبعا الـ Heat Map للأسبوع الماضي يعني لو تنظروا إلى الـ Heat Map كلها تقريبا بالأحمر يا جماعة كلها تقريبا بالأحمر أكبر الشركات أبل ومايكروسوفت كانت على نزول إنفيديا على نزول طبعا لو ننظر إلى قطاع التكنولوجي في قطاع السمي كوندوكترز تقريبا كل شيء كان على نزول يعني Qualcomm نازلة 5% كلها هذه ترى Intel نازلة تقريبا 6% Taiwan سمي كوندوكترز نازلة كلها يا جماعة ربما تكون بأسباب أنه ضعف في بيع السمي كوندوكترز حتى AMD يا جماعة اللي مرتفعة تقريبا 6% غير مبرر هذا الارتفاع شفنا القوائم المالية بالنسبة لها الربع الماضي كانت بتعمل ما يقارب مليار دولار الربع الماضي في عام 22 هذا الربع قادة تخسر الأموال ومع ذلك السعر السهم طبعا يوم الإيرنينجز ريبورت نزل ولكن رجعت ارتفعت ما يقارب 6% من وجهة نظري كل أرقام مبالغة الهايب اللي قاعدين نشوفه في الـ AI اللي يعني صارت الأسعار مبالغ فيها بشكل عالي جدا لو ننظر طبعا إلى السوق وطبعا جوجل كانت على ارتفاع سببه الرئيسي كان التقرير اللي طلعه فيه المنافس للشات جي بي تي حتى الآن طبعا أنا شفت الكونفرنس اللي طلع فيه الرئيس التنفيذي ولكن ما قدرت استخدم المنتج السيرتش الجديد بالنسبة لجوجل حتى الآن ما فتحوه في الشرق الأوسط اللي يعرف واللي استخدم المنتج ريت تحطونا في الكومنتس ايش رأيكم في السيرتش انجين اللي طلعت في جوجل بيقولوا كثير من الناس انها ممتاز افضل من الشات جي بي تي في بعض الناس تقول انه غير جيد سيؤثر على السيرتش ولكن اقدر اقول انه سعر السهم ارتفع 11% الأسبوع الماضي حتى امازون كانت على ارتفاع جيد لو ننظر الى ديزني يا جماعة ديزني يعني بتعاني بشكل كبير جدا جدا طبعا ديزني تخيل بس اريكم مقارنة مهمة بين نتفليكس و ديزني نتفليكس في ظرف سنة ارتفع سهم الشركة اكثر من 100% في ظرف سنة تخيلوا ديزني في ظرف سنة نفس الفترة الزمنية نزل السهم 10% يعطيك انطباع انه فيه اخطاء كبيرة قادة تصير بادارة ديزني بعد ما يعني صارت فيه مشاكل مع حكومة فلوريدا وديسانتس يعني فيه تقدروا تقولوا دخلوا فيه اشياء ما لهم خصفية دخلوا فيه اشياء تعليمية بالنسبة للاطفال فيه مجال مثلا يعني اشياء شواذ جنسية ويتعلموا الاطفال في المدارس وغيرها طبعا سببت غضب كبير لحكومة فلوريدا وغيرها طبعا كلها يعني مرجوط نظري تدخلات اللي صارت اثرت بشكل كبير على السام والله الحمد احنا خرجنا من هذا الاستثمام من فترة طويلة لو ننظر الى مثلا الهيلث كير ايضا ما كان على ارتفاع فايزر يا جماعة اللي قاعدة تنزل نزول شديد اكثر من 27% هذا العام ولكن ايضا هذا الاسبوع ما كان جيد البنوك ايضا ما كان القطاع جيد هذا الاسبوع تقريبا حتى قطاع النفط ما كان على ارتفاع دفاعيات زي ما انتم شايفين هي ربما تكون افضل ما كان ولكن اكبر شيء كان هذا الاسبوع هي شركة جوجل اللي ربما كانت الشيء الوحيد اللي شايلة الاسواق في هذه الفترة لو تنظر الى الهيتمب يا جماعة ضايا لا هي ركود دائما نقول الركود يعني الامور الدفاعية حتلاقيها مرتفعة يعطيك انطباع انه لا ما هو الدفاعيات اللي كانت رافع السوق ولا انه التضخم فكان اسبوع غريب بعض الشيء بالنسبة للاسواق لو تتذكروا عملنا تغريدة من بداية العام في ديسمبر الفين وعشرين اتنين وعشرين قلتلكم توقعاتي كالتالي بالنسبة للاقتصاد في اثنين قلتت التضخم هيبدأ ينزل بسبب ضعف الاقتصاد وهذا بالتحديد اللي صار كان التضخم فهذه الفترة تمانية نزل الى الخمسة تقريبا في المية قلنا الفيدرالي سيتوقف عن رفع الفائدة في منتصف انا كتبت في بداية ولكن اعتقد في منتصف العام احنا قريبين من منتصف العام اعتقد ان الفيدرالي الاجتماع القادم ما هيرفع الفائدة قلنا المبيعات وارباح الشركات هتبدأ تنزلوا بالتأكيد هذا اللي صار الان علينا السيناريوهات القادمة وليش اقول لكم السيناريوهات القادمة من وجهة نظري اصحب سيناريوهات الفترة القادمة يا جماعة هتواجهنا ببطالة ربما تأتي في الفترة القادمة بسبب الفائدة المرتفعة هنا الفائدة هتستمر معانا في الارتفاع لانه التضخم زي ما شفنا مازال مرتفع وما بينزل بشكل هذا السؤال الاهم هنا مدى تأثيرها على الدين وبدأنا نشوف الازمة الديون الكثيرة ولكن ما دخلنا في مرحلة ركود ليش اباكم تتذكروا هذه النقطة بسبب انه الفيدرالي ربما عمل مساندة للبنوك ب300 مليار دولار فشوف ايش سوى الفيدرالي نط نط الآية بعض الشيء شايف دخلنا في احنا كنا انا كنت متوقع انه تبدأ تخش في ركود قبل ما يتدخل الفيدرالي ولكن الان بدأنا نشوف ازمة ديون الفيدرالي تدخل اشان يبيع بعض الوقت ياخد فترة زمانية فصار في تدخل الان رجعنا الى دوامة مرة اخرى البطالة البطالة 4.5% ولكن الركود الاقتصادي اجلوا الفيدرالي بسبب عملوا وضخوا ل300 مليون اللي يسموها Fed Reserve Lending او ال Emergency Lending اللي سواها الفيدرالي بسبب البنوك اللي اثرت ايجابيا بالنسبة لأسواق الاسهم ولكن ما اثرت ايجابيا بالنسبة للتضخم خلينا نشوف الفترة القادمة هل الفيدرالي حيبدأ يخفض الفائدة متى حيخفض الفائدة وتأثير الكبير اللي قاعد يضغطوا عليه الحكومات مثلا الفيدرالي جاء له ضغوطات بشكل كبير جدا انه لازم يضخ 300 مليار دولار من ال FDIC انه ضخ يا فدرالي بعض الاموال لشان نحمي البنوك ايضا يا جماعة كثير من اللوميكرز من الكونغرس من الديمقراطيين والجمهورية وبالتحديد الديمقراطيين بيضغطوا على جيرون باول توقف عن رفع الفائدة فاقدر اقول ان الفيدرالي ما توقف عن رفع الفائدة رفع الفائدة ولكن عمل اللي هي ضخ 300 مليار دولار اقدر اسميه خطوة ايضا تتلاعب في الاسواق من اصعب الامور في مجال الاستثمار اليوم هو الاستثمار في ظل ظروف الفيدرالي الغامضة فجأة تلاقيه مضاد للاسواق يرفع الفائدة بشكل كبير حس في مرحلة خطر على طول ده جاءوا ضخ اموال كل هذه يا جماعة لخبة المستثمرين بشكل عالي وما قد واجهناها في هذه الفترة لذلك حتى ستاند رانكل ميرر بيقول لا تتخذوا اي قرارات الا لما تشوفوا الفيدرالي احنا في فترة صعبة جدا جدا يا جماعة تتمد على امور سياسية كثيرة جدا طيب لو نشوف البطالة يا جماعة البطالة طبعا لما ضخ الفيدرالي اموال في الفترة الاخيرة ربما يكون اجل مشكلة التوظيف في امريكا وحتى بنشوف تقارير التوظيف اللي طلعوا فيها كثير من الناس لا تعتقد ان التقارير صحيحة لانه دائما يحدث في الشهر الماضي صار فيه بتقريبا اكثر من سبعين الف وظيفة اقل الشهر هذا طلعت ارقام التوظيف اعلى بكثير من المتوقع خلينا نشوف الابديت ولكن اقدر اقول انه اليوم البطالة في امريكا ثلاثة فاصلة اربعة في المية ومع ذلك الفيدرالي بيواجه هجوم شديد انه يعني مثلا اليزابيث مور من السند بتقول لك يا فيدرالي توقف من رفع الفائدة اخفض الفائدة لانك تبغى تحط الاقتصاد في ركود اقتصادي ستؤثر على اثنين مليون وظيفة هنا يا جماعة يعني الخطر اللي بيواجه امريكا هو قرارات الفيدرال اللي حوريكم في التغريدة ولكن اليوم عندك ايضا سقف الدين سقف الدين اليوم اللي الكل قاعد يشاهد المشاكل اللي بتواجه سقف الدين الديون الكثيرة اللي على امريكا وصلت تقريبا اثنين وثلاثين تريليون دولار هذه كلها يا جماعة تعتبر سبعة فاصلة سبعة في المية من الجي دي بي الامريكي تخيلوا سبعة فاصلة سبعة في المية اصبح اليوم الحكومة ما عندها مصاريف كثيرة كل مصاريف اللي بتتجي من الضرائب تقريبا بيقولك في ظرف الفين وثلاثين تقريبا اربعين في المية من اموالهم هتحطها فقط في الفائدة اللي هتدفعها على الدين فيعني سقف الدين هذا مشكلة كبيرة جدا سيؤثر على مصاريف الحكومة في الفترة القادمة فقد يحدث ضغوطات على الفيدرالي انه يخفض الفائدة بشكل اسرع عشان الدين اللي قاعدة تدفع الحكومة ولكن ايضا البريكس يا جماعة لا ننسى موضوع البريكس اللي فيه الاجتماع رقم 15 او 15 بالنسبة للبريكس منظمة اللي فيها خمسة دول فيها الصين فيها ساوث افريكا فيها الهند فيها روسيا وفيها البرازيل هذه الخمسة دول تعتبر تقريبا 50% من الجي دي بي العالمي الآن في اكثر من 19 دولة تريض الانضمام الى البريكس منها طبعا لم يتم اعلان عنها فما أبغى تكلم عن الدول حتى الآن إلا أن يتم اعلانها ولكن في كثير من الدول اليوم بتعاني بأسعار الدولار أوريكم شيء ونقطة جدا مهمة يا جماعي وريكم يعني يبغى وريكم مثل بسيط لو تتذكروا بريطانيا لما جات رئيسة الوزراء المؤقتة اللي قعدت فترة شهرين تقريبا قامت بماذا ماذا قامت بفعل قامت بخفض الفائدة خفضت الفائدة وقامت بدخ صيولة لو تتذكروا في بريطانيا ماذا فعل الأسواق على طول أخذت هذا الرياكشن بطريقة سلبية وبدأت تبيع السندات البريطانية وبدأت العملة تنزل نزول شديد لأنها تلاعبت بالأسواق وهذا طبعا ما قعدت أسبوعين إلا شالوها لأنها كانت ستسبب كارثة وسببت كارثة بالنسبة للاقتصاد البريطاني أباكم بس تتخيلوا السيناريو لما تكون أمريكا هي الريزيرف كورنسي أو الاحتياطي النقدي العالمي ماذا فعلت في مرحلة الجائحة يا جماعة تذكروا في مرحلة الجائحة ضخت ما يقارب خمسة تريليون دولار في الأسواق خمسة تريليون دولار من بعد واحد وعشرين مع وجود تضخم عالي تخيلوا أن الدولار الأمريكي ارتفع تخيلوا أن الدولار الأمريكي قاعدت ضخ أموال يعني صارت الأمتو ماني سيبلاي أعلى بخمسة تريليون دولار ومع ذلك الدولار ما نزل هذه دايما مدام لضخ أموال وتحط سيولة زيادة مفروض العملات الأخرى زي ما شفنا مع بريطانيا نزلت لكن الدولار ما نزل لأنه لا يوجد بديل اليوم لأنه هذا السبب الرئيسي لا يوجد بديل مع وجود البريكس اليوم قد يحدث خطر بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للدولار وهذه النقطة اللي احنا لازم نتابعها في الفترة القادمة لأنها قد يعني تفعل أشياء كثيرة أمريكا في حال حسة الدولار في خطر الآن أتكلم كده على بعض القرارات المهمة بالنسبة للفدرالي في الفترة القادمة وحريكم إيش الآلية اللي لازم نستثمر فيها في الفترة القادمة قرارات الفدرالي قلنا أول شيء هل الفدرالي ستوقف عن رفع الفائدة أنا أعتقد أن الفدرالي خلاص حيتوقف عن رفع الفائدة في الفترة القادمة لأنه بدأنا نشوف أن التضخم بدأ يثبت لا أعتقد أن الفدرالي يشوف أنه في مجدة أو مغزة أنه يرفع أكثر من كده قد يرفع 25 نقطة في الاجتماع القادم ولكن لا أعتقد ذلك هل التضخم سيستمر معنا أنا أعتقد أن التضخم لا سيستمر معنا سيبدأ ينزل ولكن بشكل بطيء جدا ولكن بشرط أن الفدرالي يستمر في رفع الفائدة فنقول الفدرالي هيستمر في رفع الفائدة إيش اللي حيصير هتبدأ البنوك يا جماعة ما تعطي السلف للشركات للمواطنين وهذا اللي قاعد نشهده فيه شديد جدا قاعد يصير في الأسواق الأمريكية لأنه البنوك لا تريد أعطاء السلف للشركات والمواطنين وتريد استخدام هذا الكاش لميزانيات العمومية بالنسبة للبنك فهنا سيبدأ يسبب المشاكل من وجهة نظري السؤال الأهم هنا أول ما يبدأ تشوف المشاكل ستبدأ والمشاكل ستبدأ على طول يا جماعة لا ما إنه في ظرف شهر شهر ونص ستبدأ وتشوف المشاكل القادمة نحن نشوف المشاكل اليوم وسعر الفائدة 5% نشوف البنوك المحلية كيف تطيح واحدة تلو الأخرى هنا السؤال لما الفدرالي يثبت على الفائدة وتبدأ تشوف آثار الاقتصاد تبدأ تشوف مراحل الركود الاقتصادي تبدأ تزيد تبدأ تشوف البطالة ربما تبدأ تزيد تبدأ تشوف مشكلة البنوك تزيد هنا الكونغرس هيبدأ يضغط على الفدرالي يا كونغرس تدخل يا FDIC زي حين شايفين يا فدرالي وقف نزل الفائدة اخفض الفائدة ايش اللي حيسوي قرار الفدرالي ماذا سيفعل الفدرالي هنا السؤال هل هيخفض الفائدة مبكرا مثل ما صار في عام 1973 آرثر آش نزل الفائدة بشكل سريع بسبب ضغوطات من الحكومة ماذا حدث استمرت تضخم بشكل عالي جدا اسعار النفط لو تتذكروا ارتفعت ستة سبعة مرات للاعلى اللي يعتقد انه الفدرالي سيخفض الفائدة مبكرة فالاستثمار في السلع والمنتجات مهمة جدا وحتكلم عنها ربما في الخاص هبدأ انزل فيديوهات في الخاص اتكلم عن بعض الاستثمارات اللي يعني هاخدها واتخذها لا وريدها ان تكون للعام آه فهذا اللي ربما يبدأ يصير هذا السيناريو هيبدأ يعني يخفض الفائدة التضخم يبدأ يرجع ولكن السلع هترتفع لو ننظر الى التاريخ شوفوا اسعار النفط هنا هنخش في مرحلة ركود اقتصادي ومرحلة الركود الاقتصادي هنا الخطر اللي قد يواجه كل شيء ربما ينزل في هذه الفترة والسؤال الاهم كل شيء يا جماعة كل قرارات الفدرالي تعتمد على الدولار الامريكي هل الدولار الامريكي هيبدأ ينزل في حال نزل الدولار الامريكي فهذا مؤشر خطير جدا بالنسبة للاقتصاد الامريكي في شرط انه ارتفع الدولار هنا يستطيع الفدرالي انه يضخ سيولة في الفترة القادمة اتمنى اتمنى انه لا يحدث تدخل حكومي في الفترة القادمة يبدأ يعني الشركات السيئة تفلس وتمشي الدورة الطبيعية لانه من وجهة نظري هنا الطريقة الافضل بالنسبة للدولار ولكن انا متأكد لو تدخلت الحكومة وضخ سيولة وخفضت الفائدة بشكل سريع جدا ماذا سيحدث الدولار سيتأثر بشكل كبير وهنا اصعب فترة استثمارية لانه البيس الرئيسي ينزل بشكل كبير لذلك عليك انك تنوأ الاستثمارات في الحلقات القادمة ان شاء الله سأتكلم عن بعض السيناريوهات المختلفة اللي يجب ان نحضرها في الفترة القادمة اعتقد ان الفترة القادمة واحنا بنتكلم شهر شهر ونص القادمة هتكون فترة استثنائية بالنسبة للأسواق وفترة خطيرة جدا التركيز مهم جدا طبعا اللي يحب تعلم اكثر عن امور الاستثمار ادارة الاموال عندنا كورسات تعليمية لاقو تفاصيل في الحلقة ومشترك معنا اتمنى انكم تشاركونا وتعملوا سبسكريب شكرا وإلى اللقاء